يعني كنا بنتكلم على ذكرياتك مع ثورة 30 يونيو وانت ساعتها كنت بتعمل على المسرح انا رئيس مع الجميلة حنان مطوع فترة ما كانتش سهلة والفنانين على وجه التحديد عانوا كتير في الفترة دي احكي لنا كده تواليس المسرحية وانتوا ما خفتوش ساعتها ان انتوا تعرضوا عرض زي ده بالكلام اللي كان بيتقال على المسرح واردود الافعال اللي جتلك لا بصي مفيش خوف وصاد خوفنا على البلد اي خوف تاني هيتلاشى احنا الخوف الوحيد الخوف على البلد ان احنا عايزين ومش بالكلام يعني انا دايما اقول مش دوري ان انا انا مش سياسي لكن انا مؤثر في مجالي فاذا مجالي التمثيل فاطلع اقول اللي انا عايزه عن طريق العمل الفني مش بقول وخلاص يعني فكانت فترة احنا بنفضي فيها لأي حاجات مش لطيفة او اي ناس مش لطاف ولا وطنيين حقيقيين عن طريق المسرح فعملنا مسرحية انا الرئيس وكنت ساعتها في اماكن كنت بوجه رسائل مباشرة عن طريق الشعر اللي فخامة الرئيس مباشرة اللي هو يخلي بالك من كذا واحنا وراك في كذا وما لكش دعوة بدولة ولا بدولة احنا فدي كانت حتى كنت بقول لمديرة المسرح ساعتها رسازة عيدة فهمي تحية كبيرة وخاصة ليها لانها سيدة برضو مناضلة كانت ساعتها مديرة المسرح الكوميدي ده موضوع كبير في حد ذات انه اصلا تكون القائدة سيدة بالنسبة لهم يعني كانت وكانوا لسه عاملين مع يعني الأستاذة ايناس عبدالداي المشاكل كتير المشاكل فقوم قايل انا هقول الشعر ده فانت خايفة فتقول لي انا خاف لأ انت خايف فتقول لي لا مش خايف يلا بين واللي كان بيأكد على مسألة ان احنا صدقين ردود الأفعال فبتلاقي ردود الأفعال كلها ردود ايجابية وردود فيها انا فيه مش يعني تقريبا تقريبا 95% من الايام الليالي العروض كانت فيه مناطق معينة وبقول فيها الكلام ده انا كنت ببكي بلاقي بص عصفة من التسفيق كان جواها غضب وكانت بتغلي في الوقت ده وده دور الفنان بالفن بتاعه لان هي قوة نعمة حقيقية زي مؤخرا لما عاملين مسرحية اسمها سيل ده انتاج برضو حاجة حدث يعني دلوقتي انتاج وزارة التضامن مش انتاج وزارة الثقافة وكمان صندوق مكافحة الادمان ان بقى فيه نسبة دخلت الادمان في الجامعات فبحربه ده عن طريق الفن زي حملة انتاء ومخدرات اللي كان عملها العالمي محمد صلاح فدي استكمال النفس الحملة بس بشكل اخر ان احنا نعمل مسرحية وباللف نجوب بها الجامعات وده فكر مميز جدا يا سامح انو نتكلم في مسألة زي الادمان بمصرحية بمصرحية احتي حضرت ازاي للموضوع اشتغلنا على المصرحية مرشتوا جامعات ايه وعرضتوا فين احنا عرضنا في خمس جامعات والمشروع متوقف عشان الامتحانات لكن هو جاري بأمر له حتى نشاط الصيفة هنعمله واللسانة الدراسية اللي جاية هنعملها وممكن ندخل بيها كمان مدارس وكنا بنعمل بعد المصرحية مصرحية درامية بس بنبين في خلالها في أثناء الدراما ومصرحية ميخايل رومان كاتب عظيم يعني ايه التأثير السلبي على المدمن عمل ازاي طب ايه أشكال الادمان طب ايه العلاج بتاع الادمان انت فاهموا قصدي وبعدين بنقوم عاملين حاجة لطيفة جدا بنعمل استبيان ورقة كده بنسأل بيها بنوزع على المدرجات ما كنتش بعرض في مسارح يعني انا عرضت في مدرجات اه في جامعة اسكندرية جامعة قناة السويس جامعة بنها جامعة حلوان فكنا بنروح المدرجات ودي جرأة مش مننا بس من الفريق ان احنا مش عايزين مسرح يا جماعة ما يقدم ممكن يقدم في شارع ما عرضت في حوش مدرسة بعرض في في قبرة بعرض في المسرح القومي اعرض في جامعة فدي ما عنديش خالص مشكلة فيها فده الدور الحقيقي للفن ان هو يروح يقدم الرسالة عن طريق الفن بتاعه احنا بيعرضولنا دلوقتي الصورة دي من اين صح؟ اه احد المدرجات ويعني ده من الاصل ثقافة تقريبا اه ها الجماهير والصدور واستقبلهم للاحداث الثقافية عايز اقول لك يا هدير ان اضعاف اللي بيبقوا بره اضعاف اللي موجودين جوا بيبقوا منتظرين ان يعني يدخلوا بتلاقي فيه عروض كانوا بيعودوا خلاص على حفة المسرح المسرح يشيل 800 ده بيتلاقي اكتر 900 ده اكتر بيبقى بنستخدم بمساعدة الامن بنستخدم الحتة الفاضية نحط فيها كراسي يعني لان هي خمس لالي دي مصرحية حلمة جميل ده انتاج وزارة الثقافة دي اخر مصرحية ليا وكان قبلها مصرحية المتفاقل كان على المصرح القومي ودي حاجة كبيرة في السيفي بتاعي ان انا اشتغلت على المصرح القومي يعني اعرق مصرح في الوطن العربي اشتغلت على المصرح